أزمة خطيرة تواجه الأهل السعودي والنادي مجبر على طرد أحد محترفي الأجانب شاهدوا التفاصيل يبدو أن النادي الأهل سيعاني من أزمة خطيرة فيما يتعلق بقوام الفارق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي غداً الخاميس 7 سبتمبر 2013 ويحتاج النادي الأهل بصورة عاجلة إلى التخلص من أحد المحترفين الأجانب نظراً لامتلاك عشر لاعبين محترفين وذلك من أجل ضمان قيدهم في كشوف لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ورحل عن الأهل في الصيف العام 2003 والنجم الكابير عمر السومة بعدما أعير في الموسم الماضي لنادي العربي القطري ورحل أيضاً مجاناً الحسن ندى وهشام فايق وطرال العيسى ونيكولاس ميلسي ويمتلك النادي الأهل عشر أجانب في صفوفهم وهم الجزائري رياد محرز والجزائري رياد بودبوز والبرازيلي روبرتو فرمينو والبرازيلي روجير إبانيز والفرنسي الألان سانت ماكسيمان والإسباني غابري فيغا والإفواري فرانكيسي والتركي ميريح ديميرال والسينيغالي إدوارد ميندي والمقدون إزجان اليوسكي ويتم المفادلة في الفترة الحالية بين أكثر من لاعب أجنبي الإطاحة بأحدهم ولألا الأقرب لخرجهم المقدون الشمالي إزجان اليوسكي والجزائري رياد بودبوز وشنت جماهر الأهل هجوما لادعا على السينيغالي إدوارد ميندي حارس الفريق والحارس السابق لنادي تشيسي الإنجليزي وطالبوا برحيله والتعاقد مع حارس محل بعد الهزيمة الكبيرة مع الفتحة قبل أيام بخماسية كما تلقى الدفاع الراقي هجوما أيضا بسبب المستويات الكاريتية التي ظهر جميعا بها في الدور خصوصا آخر مباراة أمام الفتحة ولذلك قد يتم الإطاحة بأحد قلوب الدفاع سواء ديميرال أو إيبانيز وهناك تقاري تشير إلى مفاوضة الأهل معددا من اللاعبين المحليين خلال الفترة الحالية بهدف زيادة تدعيمات والمنافس على لقاب دور روشين السعود المشتعل ويحتل الأهل المركز التالت في دور روشين المحترفين ويمتلك 12 نقطة من 5 مباريات 4 انتصارات وهزيمة واحدة وتفصلها النقطة واحدة على الهلال المتصدر للدور برصيد 13 نقطة